أهلا أحبانا مشاهدين في كل مكان بمناسبة يوم المرأة العالمي بحب هنئ كل النساء وأقول لهن كل عام وأنتم بخير الكتاب المقدس يتحدث عن المرأة بقيمة عظيمة جدا ورح نتكلم عن هذا الموضوع بعنوان نساء منتصرات ولكن في البداية أنا عاوز طبعا أدمج الكل ولا أنسى النساء المثكلات والنساء المتضررات ولسيما من الزلزال الذي حدث في تركيا وسوريا بمروا في ظروف صعبة جدا والنساء اللي عم بتشوف أولادهن بعانوا من أمراض أو بعانوا من مجاعات أو أولاد وبنات بيذهبوا إلى الحرب بسن مبكرة أو يستغلوا أو يستخدموا من أجل سادة بسبب طمعهم فأريد أن أعزي كل النساء وأشجعكم أنه في إله عظيم ينظر إلى كل امرأة والرب يسند قلبك والرب يعزيك والرب يباركك ومن ناحية أخرى بحب أهنئ جميع النساء اللي كافحوا في المجتمع واللي وضعوا بصم كبير في هذا المجتمع اللي وصلوا إلى أعلى المستويات حتى وصلوا إلى الكواكب يعني فوق هذا الكرة الأرضية أو سطح كرة الأرضية وفعلا وصلوا إلى اختراعات ووصلوا إلى أمور علمية مذهلة وإلى قيادات ورئاسات وحكومات فبحب أهنئ كل النساء كل عام وأنتم بخير واليوم رح أتكلم عن المرأة بشكل عام في الكتاب المقدس ورح نأخذ بعض المكالمات من بعض النساء اللي بيتكلموا شو المسيح ترك أي بصمة على حياتهم ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل القصير اشتركوا في القناة